السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام مرحبا بكم في هذا الدرس لماذا نقول مثلا منزل وهو اسم مذكر في اللغة العربية ونقول une maison وهو اسم مؤنت في اللغة الفرنسية هناك فرق وبطبيعة الحال فلغات العالم جميعها تختلف من ناحية تحديد جنس الكثير من الكلمات التي تعتبر جماد أو جسم لا يقبل صفتي الجنسين مثل منزل كما أخبرتكم الذي هو اسم مذكر في اللغة العربية لكن مقابله في الفرنسية une maison وهو اسم مؤنت فهناك اختلاف فمن اللغات من يحدد عدة أسماء على أنها مذكر ومنها من يحدد نفس الأسماء على أنها مؤنت لذلك يتوجب على كل متعلم للغة معينة ليس تحديدا الفرنسية أي لغة أن يحفظ الاسم بالأدات أو الصفة كما سنشرح في هذا الدرس تابعوا معنا إلى النهاية بتحديد أن يحفظ الاسم بالأدات أو الصفة التي تسبقه لأنه ليس هناك علاقة بين الأسماء باللغة العربية والفرنسية أو الإنجليزية لذلك عندما ترى بأن هناك كلمة مذكر في اللغة العربية هذا لا يعني بأنها ستكون مذكر أيضا في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية فهناك اختلافات كثيرة سنقوم بتفصيلها بشكل دقيق جدا في هذا الدرس وكما أخبرناكم أنه ليست هناك علاقة بين الأسماء باللغة العربية والفرنسية أو الإنجليزية تحدد جنسها لكن سيكون الحل هو تكثيف قراءة الكتب والقصص لزيادة خزان الكلمات لدى الشخص ومعرفة الصفة التي تحدد جنسها ورغم ذلك في هذا الدرس بإذن الله سنشرح لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة التأنيت في اللغة الفرنسية تابعوا معنا يتم تأنيت الإسم في اللغة الفرنسية بإضافة حرف أ على المفرد المذكر وكذلك الإسم المنتهي بأ مع مراعاة تأنيت الأدات والصفة التي تسبقه لا تقلق سنقوم بشرح ما قلناه في أمثلة وهذا سيفسر لكم كل ما تحدثنا عنه وإضافة كلمة أ التي تعني واحد للمذكر وإضافة كلمة إن التي تعني واحدة للمؤنت أيضا عندما نريد أن نضيف التعريف أو حرفي ل عندما نقول ل للمذكر التي تعني تعريفه بأل و لا للمؤنت أو إضافة اسم الإشارة س للمذكر الذي يعني هذا س هذا وسد للمؤنت التي تعني هذه وغيرها لكن هذه السوابق تبقى تختلف حسب المراد في التعبير ويبقى الأهم من ذلك هو إضافة حرف أ في نهاية الإسم المؤنت لا تقلق سنشرح الآن الكثير من الأمثلة وسنفهم جميعنا ما تحدثنا عنها مثلا المذكر كلمات في المذكر مسكولا أنمي رحضوا معنا أنمي مؤنته في منا هو إنمي إنمي أنمي مسكولا إنمي قمنا بإضافة أ في نهاية الكلمة أيضا المؤنت التابع له قمنا بإضافة أ وعندما نضيف أ يجب ذكر الحرف الذي قبله قلنا س فرانسي لم نذكر حرف S في النهاية وعندما قلنا ست فرانسي قمنا بذكر S فرانسيز أضفنا أ في النهاية أضفنا أ في نهاية الكلمة هذا فيما يتعلق بإضافة أ أيضا الإسم المنتهي بأ في المذكر يبقى كما هو وتؤنت الأذات التي تسبقه فقط مثلا نقول ومؤنته ومؤنته كلمة ألف كما تلاحظون هنا لم تتغير كل ما تغير هو الأذات أ قمنا بتبديلها بإن أن ألف في المؤنت في منا إن ألف أيضا مثال آخر أيضا مثال آخر نضاعف الساكن ونضع نعيد هذه القاعدة وسنقوم بذكر أمثلة حتى نفهم الإسم المنتهي بحرف ساكن سبقه حرف متحرك نضاعف الساكن ونضع أ مثلا في المؤنت في منا نقول مثال آخر كما تلاحظون في هذين المثالين الحرف المنتهي الإسم المنتهي بحرف ساكن مثل ش ينتهي بحرف ت حرف ساكن قمنا بمضاعفة الحرف شد وأضفنا أ في نهاية الكلمة كذلك كذلك هناك أمثلة كثيرة مثلا الآن نمر إلى القاعدة الرابعة الإسم المنتهي بحرف F تقلب إلى ذ ذ تنطق ذ في المؤنت الإسم المنتهي بف تقلب إلى ذ في المؤنت أمثلة نقول في المؤنت في منا كذلك كما تلاحظون معنا هذه الأسماء التي تنتهي بف عندما نريد أن نؤنتها نضيف بطبيعة الحال الأدات إن التي تحدد المؤنت والكلمة نقوم بتغيير حرف F في النهاية إلى ذ نتمنى أنكم فهمتم معنى هذه القاعدة أيضا هناك قاعدة خامسة الاسم المنتهي بحرف F تقلب إلى س أو س أو س أو س في المؤنت أمثلة أمثلة جميل جميل أمثلة أمثلة هذه القاعدة القاعدة السابعة الاسم المنتهي بأر تقلب إلى أز في المؤنت أر تقلب إلى أز في المؤنت أمثلة لكوافر لكوافرز أنجوار إنجواز أنفوندر إنفوندز تمنى أنكم فهمتم أيضا معنى هذه القاعدة حتى لا نطيل لم يتبقى سوى قاعدتين وهذه هي كل القواعد بإذن الله وستمكنون دائما من معرفة الاسم المؤنت من المذكر وكيفية كتابته وأيضا نطلقه القاعدة الثامنة الاسم المنتهي بأر تقلب إلى أر في المؤنت أمثلة إنفرمية إنفرمية في المؤنت في من إنفرمية مثال آخر جميل جدا كما تلاحظون كلمة enfermeer و couturier قمنا باستبدال er في النهاية وقلنا une enfermeer une couturier هذا كل شيء القاعدة التاسعة والأخيرة الاسم المنتهي بأن مسبوقة ب ا اضع ا في المؤنث هذه القاعدة الأخيرة تشبه القاعدة الأولى أننا فقط نضيف حرف ا في النهاية فقط كاختصار لهذه القاعدة الاسماء المنتهية ب n والمسبوقة ب بمعنى الاسماء المنتهية ب en en نقوم بإضافة ا في نهايتها بكل بساطة أمثلة في المذكر un voisin في المؤنث une voisine مثال آخر كلمة كوزان مثلا من كوزان من كوزان في المسكولى من كوزان في ميناء ما كوزين ما كوزين قمنا بإضافة أدوات الملكية mon ما من للمذكر من كوزان في المؤنث في ميناء ما كوزين ما كوزين التي الذي يعني ابن عم من كوزان ما كوزين ابنة عم كما تلاحظون المثال واضح جدا الكلمات المتهية بإيان نضع في نهايتها بالنسبة للمؤنث ونضيف في طبيعة الحال أدات من أدوات التأنيت حسب ما نريد استخدامها انتهينا من ذكر كل القواعد ونتمنى أنكم استفدتم معنا من هذا الدرس للرغبين في المواصلة انتبهوا معنا هناك بعض التنبيهات نريد أن نذكرها وبعض الاستثناءات بعض الأسماء المذكرة الخاصة بالمهن المهن أي الوظائف لا يحدث لها تغيير عند التأنيت نهائيا أمثلة سواء قلت عندما تريد أن تقول أستاذة تقول لم تتغير كلمة كل ما تغير هو الأدات التي أضفناها لتحديد جنس المؤنة أيضا جميل جدا هناك أيضا ملاحظة أسماء شادة في المؤنة لا يمكن أن تقول وفي المؤنة نقول وفي المؤنة نقول في المؤنة وفي المؤنة وفي المؤنة وفي المؤنة وفي المؤنة ابنة وفي المؤنة ابن الأخ أو كتاب لكن عندما نقول هذا لا يعني بأنها مؤنت لكلمة كتاب فكتاب اسم شاد ليس لديه مؤنت لكن عندما نقول فهذا يعني معنى آخر وكلمة أخرى وهي وكما تلاحظوا المعنى جنيه في اللغة العربية قد نلاحظ بأنه اسم مذكر لكن قلنا له إليفغة أي أنه مؤنت في اللغة الفرنسية وكما أخبرناكم للتمييز لا يمكن أن نحدد أن نقارن جنس الكلمة في أي لغة بين لغة أخرى ما علينا سوى أن نقوم بقراءة الكثير من الكتب القصص الاستماع كثيرا حتى نبني أيضا خزان كلامي خاص بنا في اللغة لكن نريد تعلمها فليس هناك أي صلة بين جنس الأسماء في اللغة العربية وجنس الأسماء في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية وغيرها أيضا عندما نقول هذا لا يعني أن يد الآلة مؤنت يد الآلة إنما يعني كم الملبس أو الكم الذي يوجد في القميص كم الملبس أيضا وعندما نقول إن تور هذا يعني برج وعندما نقول إن بوست هذا يعني البريد الملحوظ الثاني والأخير في هذا الدارس بعض الأسماء المذكرة والمؤنتة أيضا تكتب بنفس الشكل وتختلف في المعنى ونذكر منها أمباج أمباج يعني غلام أمباج وطبيعة الحال أمباج معروفة جدا هذه الكلمة أمباج تعني صفحة لكن انتبهوا لأمباج فيعني غلام مثال آخر أمبوال يعني حجاب أمبوال حجاب لكن أمبوال تعني شراع المركب أمبوال شراع المركب نتمنى أنكم استفدتم معنا من هذا الدرس وأنا نفصلنا كثيرا في هذا الدرس إذا أردتم المزيد من الدروس من هذه النوعية قوموا بذكرها لنا في التعليقات أو شاركونا آراءكم أيضا في التعليقات ونتمنى أنكم استفدتم معنا من هذه الدروس لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما ونضرب لكم موعد مع قادم المشاركة والدروس إلى اللقاء